جولات كثيرة تنقل فيها جريفث بين صنعاء وعدان والرياض من اجل اقناع الاطراف اليمنية بالعودة مجددا الى سويسرا التي غادرتها الاطراف اليمنية مرتين دون انجاز يذكر وحين اقتنعت الاطراف بعودة ثالثة وقبل ساعات فقط من انطلاق المشاورات التي كان من المفترض ان تبدأ اليوم السادس من سبتمبر الجاري ظهر المبعوث الاممي ليؤكد انها قد تتأجل لبعض الوقت وربما لكثير من الوقت اما عن سبب التأجيل هذه المرة ان وفد ميليشيا الانقلاب لم يغادر صنعاء كما كان متفقا عليه لماذا لم يغادر؟ هنا يتعلل الانقلابيون باسباب كثيرة من ضمنها ان الامم المتحدة لم توفر تصريحا للطائرة العمانية التي من المفترض ان تقلهم الى جنيف ويتهمونها ايضا في بيان نشرته قنواتهم الرسمية بعدم توفير ضمانات حقيقية لعودتهم فور انتهاء المشاورات هذا ما يبدو ظاهريا في تصريحاتهم لكن المتابعة للوضع يدرك جيدا ان للميليشيا شروطا اخرى من ضمنها السعي لنقل قيادات الى الخارج وفتح جبهة اخرى تشتغل في الاروقة الدولية ويكون لها حرية التنقل والعمل بالاضافة انها تريد استحاب بعض القيادات ممن جرحوا في الحرب للعلاج وهذا ما لا تنكره الميليشيا بل هو ما تقره وتؤكد انه كان محل اتفاق مع المبعوث الاممي اثناء الاتفاق على تحديد موعد لانطلاق المفاوضات الواضح ان الميليشيا تشتغل على حاجة الامم المتحدة لتحقيق اي تقدم في الملف اليمني بعد اعوام من العمل اللامثمر وتريد تحقيق مكاسب من المشاورات حتى قبل ان تنطلق لكن الغريب هو عدم تعليق المبعوث الاممي على ما تشترطه الميليشيا باستثناء اقراره بان المشاورات قد تتأجل لبعض الوقت فهل يريد المبعوث الاممي احراج الحكومة الشرعية والتحالف العربي واجبارهما على تقديم نوع من التنازلات ربما فالواضح ان تعامله مع الميليشيا يفتقد للصرامة التي يفترض ان يتصرف بها وهو الممثل الحصري لارفع منظمة دولية في العالم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة